موسيقى اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثانية من دورة تعليم برنامج اكسل في المحاضرة الأولى أخذنا مقدمة حول برنامج اكسل وشرحنا انواع البيانات في هذه المحاضرة سنتعلم طرق إدخال البيانات طبعاً حتى نخزن البيانات في الخلايا والبيانات هي المحور الأساسي في برنامج اكسل توجد عدة طرق لتخزين البيانات في الخلايا اول طريقة اللي هي الطريقة البداية الطريقة البسيطة طريقة الادخال اليدوي طبعا نضغط كليك على اي خلية بالماوس ونكتب بالكيبورد مثلا اي كتابة معينة سواء كان نص او رقم او تاريخ وحتى هذه البيانات تتخزن بشكل مباشر نضغط انتر راح تتخزن وطبعا قلنا ممكن ان نكتب ارقام وممكن ان نكتب تاريخ في الخلايا هذه اللي هي الطريقة اليدوية الطريقة الثانية اللي هي طريقة الادخال الاوتوماتيكي او تسمى الاوتوفيل الاوتوفيل يعني الملئ التلقائي طبعا توجد عدة عناصر في برنامج اكسل ممكن ان يتم ادخالها بشكل مباشر مخزنة ويمكن اضافة عناصر جديدة لهذه القوام المباشرة مثلا ايام الاسبوع نكتب السبت طبعا ممكن ان ننكبر العرض شوي انتر نكبر العرض نكتب السبت و بكل خلية بالركن اليسار يوجد مربع صغير اسود يسمى هاندل هذا المربع الاسود مجرد ان نخلي الماوس عليه رح يظهر عندنا زائد السوداء طبعا نضغط على هذا المربع الصغير ونبقى ضغطين بالماوس ونسحب الى الاسفل او الى اليسار او الى اليمين راح البرنامج يسوينا سلسلة بايام الاسبوع ممكن انه اسماء لاشهر نقول مثلا كانون الثاني ونسوي سلسلة من خلال الهاندل البرنامج يكمل لنا التعبئة تعبئة تلقائية بعد ممكن التواريخ واحد واحد الفين وثمنطعش مثلا راح البرنامج يكمل لنا التواريخ مثل ما تلاحظون واحد واحد اثنين واحد وهكذا بعد ممكن الارقام الارقام توجد بها بعض الفكرة البسيطة نضغط واحد لو اجينا سوينا هاندل بشكل مباشر لاحظ انه راح يكررنه الارقام في اما نضغط على هذا الخيار اللي هو خيارات التعبئة هذا الخيار ونختار تعبئة السلسلة او نضغط واحد وكونترول من الكيبورد نبقى ضغطين على كونترول ونسحب ونترك الكونترول وراح البرنامج يكمل لنا تعبئة السلسلة طريقة ثانية مثلا نكتب واحد اثنين ونحدد طبعا نبقى ضغطين على الكليك ونحدد الخلية الاولى والخلية الثانية ونسوي هاندل بشكل مباشر هذا طبعا فيما يخص الارقام طبعا نقدر نضيف سلسلة جديدة مثلا محافظات العراق يعني لما نكتب بغداد البرنامج يكملنه بقية المحافظات طبعا هنا لما نكتب بغداد واسوي هاندل ما رح يكمل المحافظات لان ما موجود لازم كناني اضيف فحتى اضيف سلسلة جديدة الى البرنامج اروح على ملف وملف بعدها اروح على خيارات خيارات متقدمة وانزل هذا السلايدر اخلي الى الاسفل اخر شيء واختار تحرير القوائم المخصصة بعد ما اختارت تحرير القوائم المخصصة اضغط قائمة جديدة واكتب هنا محافظات العراق مثلا بغداد امزل الى الاسفل كربلاء بابل البصرة مثلا النجف الانبار وهكذا طبعا اذرا ان نسيت بعض المحافظات بعد ما كملت المحافظات اكتب او اضغط على اضافة طبعا راح الاحظ انه البرنامج راح اضيف لهذه القائمة الى هذا الجزء اضغط موافق ومن ثم موافق لما اجي على بغداد اسوي هاندل راح اكمل ليعهن البرنامج لما اكتب بغداد مثلا حتى اجرب اسوي هاندل طبعا بدون كونترول الكونترول فقط للارقام وهكذا اقدر اضيف سلاسل جديدة الى البرنامج واستخدمها عند الحاجة طبعا هذه اللي هي الطريقة الثانية اللي هي تسمى طريقة الملئ التلقائي الطريقة الثالفة اللي هي طريقة الملئ بواسطة الدوال طريقة الملئ بواسطة الدوال طبعا لو رحنا على صياغ قائمة صياغ رح القى عندنا هنا مجموعة من الدوال الدوال طبعا هي اللي هي الجزء المهم والمفضل في برنامج اكسل طبعا عندنا هنا عناصر دوال سريعة عناصر المستخدمة مؤخرا دوال مالية دوال منطقية دوال ناص دوال تاريخ وبحث واشارة رياضيات ومثلاثات ودالات اضافية اللي ان شاء الله هاي كلها المجموعة رح ناخذها من خلال دوال التعليم برنامج اكسل طبعا عندنا بعض الدوال الغاية من عندها اللي هي تسمى لانه البيانات مثلا عندنا بالتاريخ والوقت عندنا دالة اسمها تدعي طبعا هذه الدالة اضغط على موافق رح اضيف لي بيانات اللي هي تاريخ اليوم طبعا انا لا ضغطت بالكيبورد ولا استخدمت الملأة التلقائي بشكل مباشر من خلال هذه الدالة ملأة الخلية عندنا ايضا دالة اخرى اللي هي مثلا دالة now ولي فائدتها اضيف لي تاريخ الان اللي هي تاريخ اليوم بالاضافة الى تاريخ الوقت والتاريخ عدي مثلا من منطقي عدي مثلا الدالة true اللي هي اضيف لي قيمة true وعندي من منطقي ايضا عندي الدالة false اللي هي اضيف لي قيمة false طبعا وهكذا توجد الكثير من الدوال اللي فائدتها اضيف لي بيانات في الخلايا طبعا هذه المحاضرة من المحاضرات المهمة ارجو التأكد من فهمها قبل التوجه الى المحاضرة القادمة نلتقيكم في المحاضرة السالفة بابنه تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة